الملك حمد بن عيسى الخليفة والتعايش السلمي خطوة متقدمة من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله تعزز دور ونهج جلالته في دعم قيم ومبادئ السلام والتسامح والتعايش وفي تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف يوم السادس عشر من شهر نوفمبر من كل عام قال معالي إن مملكة البحرين جسدت أسمى معالي الإنسانية والتسامح والتعايش وقبول الآخر إلى جانب الحوار بين الأديان من خلال احتضانها ورعايتها لمختلف المؤسسات والمنظمات الأهلية التي تمثل مختلف شرائح وفئات المجتمع حيث تعكس هذه المنظمات والجمعيات الصورة الحقيقية للمجتمع البحريني وأصبح لها دور فاعل في الارتقاء بالمجتمع وألفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين كانت وما زالت شريكا أساسيا في تنفيذ خطط إحلال السلام في مختلف دول العالم ولها إسهامات كبيرة في مجال نبذ العنف والتطرف ودعم التقارب بين المذاهب والأديان وأكد معالي رئيس مجلس الشورى بأن مملكة البحرين تعد من الدول السباقة في توقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إيمانا منها بما يحققه هذا الإعلان من احترام لحقوق الإنسان وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين جسدت كل قيم ومعاني المحبة والمودة والتعايش وقبول الآخر واحترام المذاهب والأديان مشيرا في هذا الإطار إلى أن مملكة البحرين عرفت بطيبة شعبها وتسامحه وتآلفه وهو ما جعلها مملكة للتسامح وواحة للسلام ونموذجا متميزا في تآلف وتوادي جميع مكوناتها وفئاتها وأكد معالي رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه أكد دعم السلطة التشرعية ومساندتها لكل ما يسهم في تعزيز المحبة والمودة والوئام بين جميع مكونات المجتمع وبما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في مجالي التسامح والتعايش السلمية ترجمة نانسي قنقر